بسم الله الرحمن الرحيم روي عن الإمام الكاظم عليه السلام عن أبيه الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاة دع الأنصار وقال يا معشر الأنصار قد حان الفراق وقد دعيت وأنا مجيب الداعي وقد جاورتم فأحسنتم الجوار ونصرتم فأحسنتم النصرة وواسيتم في الأموال ووسعتم في المسلمين وبذلتم لله مهجاً نفوس والله يجزيكم بما فعلتم الجزاء الأوفاء وقد بقيت واحدة وهي تمام الأمر وخاتمة العمل العمل معها مقرون إني أرى أن لا أفترق بينهما جميعاً لو قيس بينهما بشعرة من قاست من أتى بواحدة وترك الأخرى كان جاحداً للأولى ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً قالوا يا رسول الله فأين لنا بمعرفتها فلا نمسك عنها فنضل ونرتد عن الإسلام والنعمة من الله ومن رسوله علينا فقد أنقذنا الله بك من الهلكة يا رسول الله وقد بلغت ونصحت وأديت وكنت بنا رؤوفاً رحيماً شفيقاً فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لهم كتاب الله وأهل بيتي فإن الكتاب هو القرآن وفيه الحجة والنور والبرهان كلام الله جديد قض طري شاهد ومحكم عادل ولنا قائد بحلاله وحرامه وأحكامه يقوم غداً فيحاج أقواماً فيزل الله به أقدامهم عن الصراط واحفظوني معاشر الأمصار في أهل بيتي فإن اللطيف الخبيراً أخبرني أنهما لن يفترقاً حتى يردا علي الحوض ألا وإن الإسلام سق تحته دعاماً لا يقوم السق إلا بها فلو أن أحدكم أتى بذلك السق ممدوداً لا دعامة تحته فأوشك أن يخر عليه سقه فيهوي في النار أيها الناس الدعامة دعامة الإسلام وذلك قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالعمل الصالح طاعة الإمام ولي الأمر والتمسك بحبله أيها الناس أفهمتم الله الله في أهل بيتي مصابيح الظلم ومعادن العلم وينابيع الحكم ومستقر الملائكة منهم وصيي وأميني ووارثي وهو مني بمنزلة هارون من موسى ألا هل بلغت معاشر الأنصار ألا فاسمعوا ومن حضر ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي فمن هتكه فقد هتك حجاب الله قال الراوي فبكى الإمام الكاظم عليه السلام طويلا وقطع بقية كلامه وقال عليه السلام هتك والله حجاب الله هتك والله حجاب الله هتك والله حجاب الله يا أمة صلوات الله عليها ثم قال عليه السلام أخبرني أبي عن جدي محمد بن علي قال قد جمع رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين فقال لهم أيها الناس إني قد دعيت وإني مجيب دعوة الداعي قد اشتقت إلى لقاء ربي واللحوق بإخواني من الأنبياء وإني أعلمكم أني قد أوصيت إلى وسي ولم أهملكم إهمال البهائم ولم أترك من أموركم شيئا فقام إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله أوصيت بما أوصى به الأنبياء من قبلك قال صلى الله عليه وآله نعم فقال عمر فبأمر من الله أوصيتها أم بأمرك قال صلى الله عليه وآله اجلس يا عمر أوصيت بأمر الله وأمره طاعته وأوصيت بأمري وأمري طاعة الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى وسيي فقد عصاني ومن أطاع وسيي فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله لا ما تريد أنت وصاحبك ثم التفت صلى الله عليه وآله إلى الناس وهو مغضب فقال أيها الناس اسمعوا وصيتي من آمن بي وصدقني بالنبوة وأني رسول الله فأوصيه بولاية علي بن أبي طالب وطاعته والتصديق له إن ولايته ولايتي وولاية ربي قد أبلغتكم فليبلغ الشاهد الغائب أن علي بن أبي طالب هو العلم فمن قصر دون العلم فقد ضل ومن تقدمه تقدم إلى النار ومن تأخر عن العلم يمينا هلك ومن أخذ يسارا غواء وما توفيقي إلا بالله فهل سمعتم قالوا نعم